تقنية 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 slippery tv بالإضافة إلى التوب فايف وغيرها من الفقرات تابعونا حتى نهاية الحلقة فقرة الأخبار السريعة بنتعرف على أجدد صميم وابتكارات المركات العالمية التي تعنى بالتكنولوجيا دعونا نتعرف عليها شركة واني بلس الصينية والمعروفة بها واتفها مرتفعة المواصفات والأسعار المنخفضة تعلن عن هاتفها الجديد واني بلس 3T مع شاشة مقاس 5.5 إنش ودقتها Full HD ومعالج Snapdragon 821 أما الكاميرا فدقتها MP16 بمستشعر من سوني والبطارية كبيرة بقدرة 3400 ميلي أمبير والسعر 1820 ريال اكتري السعات الذكية جميلة لكن لسنا متعودين على شحن ساعة ويعتبر أمر مزعج لكن هناك مشروع مبتكر بفكرة جديدة قادم ويحمل اسم ماتريكس باور ووتش لساعة ذكية لا تحتاج للشحن فهي تعمل على تحويل الطاقة الحرارية في جسم الإنسان إلى طاقة كهربائية ويتم شحن الساعة تلقائياً وبالتالي لن تحتاج لوصلها بالكهرباء نهائياً وسيكون سعرها 440 ريال اكتري الإعلان عن سلسلة دراجات نارية كهربائية من موديل 2017 لشركة Zero Motorcycles وتسير مسافة 200 ميل على الشحنة الواحدة ومتوفرة بأكثر من طراز وتقول الشركة أن الأسعار تبدأ من 31 ألف ريال اكتري شركة DJI تكشف عن طائرة بدون طيار أطلقت عليها اسم Inspire 2 موجهة للمحترفين حيث تلتقط فيديوهات بدقة 5K وتضم ذاكرة تخزين من نوع SSD وتحتوي على مستشعرات ذاتية من كافة الجهات لقيادة ذكية ويبلغ سعرها حوالي 22 ألف ريال اكتري الكمبيوتر على شكل حقيبة من شركة MSI وموجهة لعشاق الألعاب ويأتي الكمبيوتر مع معالج Core i7 وبطاقة رسومات GTX 1060 ورام 16 جيجا بايت وسيكون خفيف لتسهيل حمله على الظهر وذلك للتعامل بشكل سهل مع نظارة الواقع الافتراضي واختصار مسافات الأسلاك ويبلغ سعره 7,280 ريال اكتري ميزة الألعاب الفورية Instant Games أعلنت عنها شركة فيسبوك لتطبيقها Facebook Messenger والميزة تتيح لك اللعب مع أصدقائك الألعاب المتوفرة على التطبيق ومتاح في الخدمة أكثر من 17 لعبة وتعمل بنظام الأندرويد 5.0 أو بنظام IOS وإلى عالم الحواسيب شركة Acer تطلق في الأسواق لابتوب جديد تحت اسم Spin7 وهو من فئة 2 في 1 بحيث يمكن تحويله من جهاز لابتوب إلى تابلت ويعمل بنظام Windows مشاهدين الكرام وبعد الأخبار السريعة ننتقل إلى التوب 5 ومثل ما عودناكم في التوب 5 نجب لكم خمس أشياء مختلفة وصلت الضوء على المواصفات وعلى السعر والمحبي السفر جبنا لهم خمس أشنات مختلفة تساعدهم في رحلاتهم ولكن لا تنسون الكيو آر كود الموجود على الشاشة لمثل ما عودناكم مع كل جهاز بتصورون الكيو آر كود وبتعرفون عليه أكثر من خلال موقع الحقيبة والبداية مع حقيبة بلو سمارت بلو سمارت الميزة والذكية بما يكفي لحماية أغراضك ذات حجم وأبعاد مناسبة وسهلة الحمل والسحب في سفرك تتميز الحقيبة أنها تحتوي على القفل الألكتروني ويتم التحكم به عن طريق تطبيق مخصص على الهاتف الذكي أو الأجهزة اللوحية كما يمكنك فتحها بالطريقة التقليدية اللي هي بالمفتاح وتضم الحقيبة تقنيات البلوتوث والواي فاي بالإضافة لإمكانك تركيب شريحة اتصال تدعم شبكات الجيل الثالث وهي ميزة مهمة لتتبع مكان الحقيبة بواسطة خدمة جي بي اس المدمجة داخل الحقيبة والوصول إليها في حالة فقدانها وفي الحقيبة هناك مدخل لشحن الأجهزة مع بنك طاقة بطارية اللي هو الباوربانك قدرته أكثر من 10 ألاف ميلي إمبير وهي قدرة تكفي لشحن الهاتف الذكي حوالي أربع مرات ولمعرفة وزن الأمتعة في الحقيبة يمكنك الدخول إلى التطبيق على الهاتف لعرض كافة البيانات كما أن المساحة التخزينية للحقيبة تبلغ 20 إنش وهناك أماكن مصممة خصيصا لوضع الأجهزة الألكترونية بأمان مثل لابتوب حيث مبطن لحمايته من الصدمات ولا ننسى أن الحقيبة قاومة للمياه الحقيبة مصممة لكثير السفر ومن يخشون فقدان حقائبهم ومرقبة مكان وصولها وهي مناسبة للسفر عبر المطارات أو الحافلات أو حتى السيارات وغير مناسبة للسفر للمغامرات كل هذه الميزات لها سعر والسعر 1650 ريال كطري حقيبة ترانكستان هذه الحقيبة قالت وداعا للسحابات التقليدية في الحقائل واستبدالها بباب ينزلق للأسفل وتحتوي الحقيبة على ميزان ألكتروني ونظام تحديد مواقع عالمي جي بي اس لكنها لا تحتوي على شريحة اتصال خلوي مثل الشنطة اللي كانت قبلها وفي داخلها ستجد منفذ لشحن الأجهزة مع بطارية قابل للتغيير بقدرة 10400 ميلي أمبير بالإضافة لأربع منافذ لشحن هواتف الآيفون وجهاز تتبع دولي مع ربطها بتطبيق على الهاتف الذكي للإطلاع على مواقعها ومعلومات أخرى وغيرها من المعلومات اللي داخل الشنطة وقبضة سهلة التحكم كما أنها مصممة لسحبها بجانبك مع وضعية يد مريحة أثناء السحب أيضا مقاومة للمياه والصدمات والسقوط على الأرض ومصممة لحماية الأغراض الداخلية من الكسر في حالة سقوطها وتأتي الحقيبة بسعر مميز إلى حد ما 1270 ريال كطر أنديامو آيكيو يقول المتورين هذه الحقيبة أنها لا تضيع ومحمية من اللصوص ورغم أن الحقائب الذكية أصبحت جميحة مدمجة بتقنية التتبع وتحديد المواقع جي بي اس لكن هذه الحقيبة تقوم بتنبيه صاحبها إذا ابتعد عنها مسافة 30 متر فأكثر وذلك من خلال رسالة نصية على هاتفها فالحقيبة تستوعب تركيب شريحة اتصال ليس فحسب بل حين يقترب من الحقيبة أيضا ترسل له رسالة وهذه ميزة عملية خلال انتظار انتهاء الحقائب من الفحص والتفتيش ولا تستطيع رؤيتها من بين عدة حقائب أخرى تستطيع الحقيبة الدخول إلى شبكات الواي فاي العالمية المفتوحة بشكل تلقائي كما تضم ميزانا رقميا وبنك طاقة للشحن الأجهزة والهواتف مع بطاريتين الأولى قابل للتبديل بقدرة 8000 ميلي إمبير والثانية ثابتة بقدرة 2000 ميلي إمبير وهناك أماكن مخصصة لوضع الهواتف والتابلت ومصممة بإطار معدني لحمايتها من الصدمات تستطيع معرفة بيانات الحقيبة وأماكن تواجدها ووزن الأمتعة من خلال تطبيق مخصص على الهواتف الذكية سعر الحقيبة يبدأ من 550 ريال إلى 1270 ريال كطري حسب حجمها دلسي بلاقر هذه الحقيبة تملك معظم مميزات الحقائب السابقة لكن مميزة بوجود مكبرات صوت داخلية للاستماع إلى الموسيقى بالإضافة إلى مفتاح يعمل ببصمة الأصبع ومرتبط بتطبيق خاص على الهاتف الذكي للتعرف على وزن الأمتعة داخل الحقيبة كما تقوم الحقيبة بإرسال تنبيهات في كل مرحلة من مراحل نقلها من المطار إلى الطائرة أو العكس الحقيبة تملك إضاءة داخلية وهذا مفيد للعثور عليها في الليل وتميزها من بين بقية الحقائب ومن خلال التطبيق يمكن التعرف على تفاصيل رحلة الطيران من حيث موعد الإقلاع والوصول وبينات أخرى مثل حالة الطقس سعر الحقيبة 2190 ريال كطري سبيس كيس 1 حقيبة ذكية مصممة بحيكل قوي ومتيل ترتبط بالهاتف عن طريق تطبيق خاص وتحتوي على مكبرات صوت ومسجل صوت حيث يمكن للحقيبة القيام بدور مساعد شخصي والاستعلام منها عن رقم الرحلة أو رقم البوابة وحتى حالة الطقس مع ميزة التتبع العالمي جي بي اس وإلى جانب القفل اللي يعمل بالبصمة تضم قفل رقمي ومن نظام متكامل ضد السرقات من خلال الإشعارات والتنبيهات عبر التطبيق مرتبط بها على الهاتف الذكي ويمكن فتح الحقيبة من خلال التطبيق نفسه وتضم الحقيبة بين طاقة لشحن الهواتف والتابلت بقدرة كبيرة تبلغ 15 ألف ميلي إمبير أي تكفي لشحن لابتوب أكثر من مرة وهاتف ذكي أكثر من سبع مرات مع منفذ يو اس بي لشحن جهازين في نفس الوقت يتراوح سعر الحقيبة من 290 ل2900 ريال اكتري مشاهدين للكرام فاصلك سير وبعد نكمل ما تبقى من فقرات تكنولوجيا ابقوا معنا ارزعنا لكم مشاهديننا بعد هذا الفاصل الحصول على تيكسي بالطريقة اللي احنا متعودين عليها ان انت توقف في الشارع أو تتصل بالمكتب المتخصص هذه راحت خلاص اليوم ممكن عن طريقة العصرية تتم من خلال تطبيق على الهواتف الذكية وكثير من التطبيقات الآن موجودة مثل كريم أو اوبر وغيرها من التطبيقات ولكن تطبيق تكسي كروة التابع لشركة مواصلات في قطر يقدم هذه الخدمات أيضا خلونا نتعرف عليه أكثر تطبيق تكسي كروة يتضمن عدة خدمات حيث يحصل الزبون على جميع البيانات المتعلقة بالتكسي ومنها رقم السيارة وموقعها واسم السائق ورقمه ويستطيع العميل في نهاية الرحلة تقييمها وهذا التقييم مفيد للركاب الآخرين التطبيق يتطلب تفعيل خدمة تحديد المواقع ليقدم أقرب سيارة أجرى إليك لتصلك في أسرع وقت لذا تتخذ قرارك باختيار السيارة المناسبة لك وتقول الشركة المسؤولة عن التطبيق الجديد أنه تم تجربته وقد حاز على إعجاب العملاء الذين بلغ عددهم 45 ألف مستخدم خلال شهر وتتضمن قاعدة بيانات التطبيق أربع تلاف سيارة تكسي من أربع شركات امتياز ونتمنى أن يتم العمل على تقليل مدة وصول التكسي إلى أقل من 15 دقيقة فهي فترة غير قصيرة نسبيا بالإضافة لتطوير عنوين الأماكن وجعلها أكثر دقة ووضوح والتطبيق متوفر مجانا بنظام الآي او اس والاندرويد ترجمة نانسي قنقر بدأت هواية في 1989 أنا وبعض الأصدقاء في قطر وكان ذاك الوقت ثقافة الكمبيوتر موجودة غليلة جدا صراحة وما في عاليها ذاك الاهتمام فكان عدد المهتمين غليل جدا فيها وأنا من ضمن الناس المهتمين في الأمور هذه طبعا كان في ذاك الوقت بدايات الكمبيوتر غليلة جدا ولكن منتشر ذاك الانتشار في 1989 انتشار كان بسيط جدا بعد تطور الأمر لغاية ما سار شيء مهم جدا في التسعينيات طبعا بدأت تطور الأمر كثير سواء على مستوى الأفراد أو سواء عدت على مستوى الدولة فصار في ثقافة الكمبيوتر صار في اهتمام في الكمبيوتر صارت الناس تعرف بالضب خصوصا بعدما صارت تعريب الويندلز يمكن في الثلاثة وتسعين صارت لأ طفرة كبيرة صراحة الكمبيوتر عندنا في قطر بدأ يعني يمكن في أواخر سنة 68 بدأ استخدام الكمبيوتر في الدولة في وزارة المالية يقسم شؤون الموظفين حضروا بعض الأجهزة يخلون يسجلون فيها داتا بيس حق الموظفين لإسم موظف وجنسيته وراتبة والمعلومات عن الموظف منتظر ما هي ممكن البدايات الأولى حق دخول الكمبيوتر رسميا في قطر في 2011 بدأت أهتم أجمع يعني معظم المقتنيات لأنني حسيت أن التطور التكنولوجي تطور سريع جدا فأي حاجة تمر عليها سنتين ثلاثة تعتبر خلاص يعني سارت في التاريخ فبدأت أجمع المقتنيات هذه عندي بعضهم كانت عندي موجودة بعضهم أعطوني إياها بعض الأصدقاء اللي كانت متبقية عندهم وأكثر الحاجات صراحة طلبتهم مبارا يعني التطور حالي دخول النت والطلاب عن طريق الأونلاين هذا كان لديه دور كبير في أن أجمع أكبر المقتنيات الموجودة عندي جهاز الأباكوس طبعا يمكن تاريخيا هو أقدم جهاز إضافة عندي أيضا بعض البرامج التي ترجع لفتر الألف وثلاثينيات مقرد من الماضي وأيضا بعدين عندي أيضا بعض الأجهزة أيضا في السبعينات وثمانيات على طول كل المراحل هذه السمارتفون هذي كان تعاون بين شركة IBM أمريكية ومتسبيشة اليابانية سوى أول جهاز حمل اسم السمارتفون كان بالتعاون بين الشركات كان يحتوي على اتصال واتصال بالنيت واتصال ما كان ذاك النت موجودة لكن كان اللي سمونا الديل أب وبالفاكس وكتابة رسائل وأيضا كان يحتوي على قلم بمكانة تكتفيه بالقلم فكان تغريبا يحتوي على معظم الحاجات اللي تحتوي الأجهزة الحديثة هذه معظم التكنولوجيا نشوف الثورة كلها تصير على قاعدة يعني خلاص كانت جاهزة يعني الشركات القديمة المبتكرين المختلعين حطوا الأساس حين نحن نشوفها كل مجرد تطوير كل حاجة كانت موجودة أي حاجة تعرض بأن الساعة الساعة الكمبيوتر هذه أيضا كانت موجودة فكرة من الثمانيات تاستيكرين أيضا موجودة من الثمانيات كانت اخترعتها لجهاز الشركات الـ HP هي اخترعت أول جهاز بالتاستيكرين الرسم باللوح أيضا كانت أتاري وبعض الشركات اخترعوا في السبعينيات فمعظم الحاجات اللي نشوفها تغريبا يعني الرد مخترعة من الزمان كل جهاز تغريبا هذه اعتز فيها صراحة كل هذه لكن في بعض الشركات طلعت أجهزة خاصة لها بمناسبات معينة مثل جهاز الأبل هذا الموجود هذا الأبل طلعته بمناسبة مرور عشرين سنة في سنة سبع وتسعين طلع منها عدد محدد لمدة ايديشن بمواصفات كانت سابقة وقتها وعدد محدد وبفترة معينة وبعدين وقف عن صناعة مرة واحدة يعني طلعوا فجأة وتوقفوا عنه فجأة وكان مواصفات يعني سابقة وقتها ويحتوي على الصورات تميزة عن كثير من الأجهزة وهذا هاي طبعا الجهاز المميز عندي في أما بالنسبة لقيماتهم فكلهم لهم قيم يعني وصلنا مشاهدين لفخرة القادجت شفنا معاكم أجهزة كثيرة ساعدتنا في حياتنا العملية والعلمية وحياتنا الشخصية بعد وشفنا في الأسواق أشياء كثيرة ما كنا متخيلين مثل كمية الماء اللي لازم نشربها السعرات الحرية اللي نستخدمها في اليوم أو لازم نستخدمها وغيرها من الأجهزة والبرامج والتطبيقات ولكن أهم هذه المواضيع كلها وللبعض يحتاج مساعدة فيه وخاصة اللي يعاني من الأرق والنوم الخفيف والنوم المتقطع عندنا جهاز اليوم هو جهاز من شركة ويذينكس هذا الجهاز هو اسمه أورا جهاز أورا يساعدنا في أن ننام نوم مرتاح من خلال الأصوات اللي طلحها أو حتى الإضاءة المميزة اللي موجودة فيه اللي نقدر نتحكم في الألوان أو في قوة الإضاءة نفسها وأيضا يراقب طريقة ومدة النوم ومتى إحنا قمنا حتى لو في نص النوم ومتى إحنا كملنا نومنا من خلال هذه القماشة اللي إحنا شايفينها قدامنا اللي فيها سنسر اللي ينحط تحت السريب وبعدها الجهاز يشتغل على تطبيق ومن خلال هذا التطبيق اللي أنا أحط فيه جميع بياناتي من خلال الوزن، من خلال العمر، من خلال الأريحية في النوم أو مدة ساعات النوم من خلال هذا كله يبدأ يعطيني إحصائيات وأتمتك ياخذ هذه الإحصائيات يوديلي إياها على تليفون المحمول أو التطبيق وينزلي فيها شنه أنا محتاج عشان أقدر أغير من طريقة نومي أو أن أنا شلتها عبني في خلال طريقة نومي حتى لو أنا احتجت لأن أنا أنقلب أكثر وبعد يقدر أنه يستشعر حرارة الجسم من خلال السنسر اللي موجود في هذه القماشة ويبدأ يعطيني أن أنا لازم مثلا أقصر على المكيف أو أن أنا أطول عليه وبالعكس هو يساعدني على أن أنا أحافظ على ساعات النوم ما اقتصر على هذا الموضوع فقط ولكن بعد فيه منبه يساعدني أن أنا أقوم النوم الصبح وهذا هني بسهالة من خلال الابليكيشن أبدأ أنا أسوي ست حق الألار المالي أو المنبه الموجود وأختار حتى لو أبي فيه موسيقى مثلا بسيطة أو شي ممكن أختارها وأبدأ أن أنا أغير الفوليوم الصوت عساس يكون عالي أو واطي وبعد بالنسبة للإضاءة تكون شلون الإضاءة طبعا الابليكيشن مليان بأمور كثيرة منها أن أنا أسوي لها ست حتى البروفايل المالي أن أنا أغيرها طبعا هذا الابليكيشن موجود باسم الشركة وفيه أشياء كثيرة عندهم لأنهم تخصصوا في الصحة أو الأشياء التي تساعدنا على أساس نغير نمط الحياة الصحي بشكل أفضل كثير مننا يتكلم يقول أن السبب الرئيسي في حياتنا أنه إحنا ما نعرف ننام ما نعرف نفكر بشكل سريع هذا كله أن التكنولوجيا تطورت بشكل كبير في حياتنا ولكن بعد التكنولوجيا مثل ما هي أضافت لنا أشياء كثيرة تساعدنا ويمكن فيه منها أشياء بسيطة سلبية أعطونا بعد أشياء إيجابية البدء في البرنامج هذا سحل جدا يعني أنا من خلال ما أضغط عليه لمدة ثلاث ثواني من هذه الجهة اللي فوق يشتغل ويعرف أن أنا بنام نحن يبدأ هو يحسب لي مدة النوم حرارة الجسم كم مرة تقلقت هل أنا قمت في الليل خلال نومي ولا لا هذا كله ويبدأ يعطيك إحصائيات ويبدأ يعطيك نصائح عشان تغير هذا النمط إذا رن المنبه الصبح بس أضغط عليه مرتين نحني بحركة مميزة وحركة بسيطة يبدأ هو يخلص أو يسكر المنبه على أساس يتأكد أن أنا قمت بعدها يبدأ يعطيني إحصائيات أوكي أنا مثلا طفيت المنبه ورجعت نمت هل أنا على طول قمت مدى النشاط اللي أنا موجود فيه وهذا كله يعطينا أشياء كثيرة وطبعا مشاهديننا ثلث عمرنا نقضي في النوم فمن المهم إن إحنا يكون عندنا جهاز مثل هذا يساعدنا إن إحنا يحسب حياتنا وإحنا نايمين شلون هذا النمط صحي أم لا يمكن إحنا ندفع فلوس كثيرة على تليفونات على تابلت على أمور كثيرة ولكن ما نفكر في هذه الأجهزة اللي موجودة اللي تساعدنا على متابعة صحتنا وتغيير نمط حياتنا حتى لو كنا نايمين سعر الجهاز 1579 ريال وموجود في محلات إفناك في مجمع اللقون مشاهدين الكرام حلقتنا مرت بسرعة وخلصت وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معانا لأي استفسارات أو اختراحات رسلونا على إيميلي البرنامج تيكشو أتالريان دوت تي في واللي حاب يشوف الإعادة يدخل على صفحة قناة الريان على اليوتيوب والكل يحب يتواصل معانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدخل على صفحة قناة الريان على تويتر والفيسبوك والإنستجرام شوفكم حلقة جديدة مع أخبارتك الواجهة جديدة اشتركوا في القناة